بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليم ونائبه اللواء دروس الزبيدي مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مستجدات الأوضاع في اليمن وأشهد العليم بموقف السعودية المشرف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة اشتركوا في القناة